مرحب في سؤال دايماً بشغل بال الناس ليش البني آدم أو الشخص السياسي الاجتماعي اللي بتكون ياه الأكاديمي ليه لما يصير مسؤول بقلب بتحول بكون يحكي قبل المسؤولية شكل بس يصير مسؤول بصير يحكي حكي مختلف بيودو مع عمر كلاب يعني بصير ابن حكومته وهذا مبرر إنت لما تكون وزير بحكومة أو مسؤول بندك تحكي ضمن السيستم ضمن الطاقم يعني الوزراء مسؤولين عن يعني قرارات الحكومة بالتضامن هذا مبرر بفهم إنه والله يجي يبرر قرار للحكومة حتى لو هو مش مقتنع لأنه رأيه بحكيه جوه مجلس الوزر مش هون الطام الكبرى الطام الكبرى لما تقوله كنت تحكي هيك ليش حكيت هيك بيقولك يا أخوي هذا سيستم وإحنا حكومة ومسؤولين بالتضامن والتكافل الكلام زي عد اللي يرد وببرر للحكومة كل اللي بيدي بطلع من الحكومة لا يحترم الحديث السابق وخلينا نعطي أمثلة لأنه كثير من الأمثلة ممكن نعطيه يعني آخرها نائب رئيس الوزراء رجعي لمعشر دافع عن قانون الضريبة وزعل عن قانون الضريبة وهو اللي برر قانون الضريبة أول ندوئ له بعد ما بطل نائب رئيس الوزراء صار يقولك ما هو هاي الضريبة تعتدي على الفقراء لصالح الأغنية طب لما كنت من الحكومة ليش ما عكيت هذا الحكيم بطلع رئيس الوزراء كان قل لك ترى أنا كانت حكومتي ناوية إنها تخفف على الفقراء وتخفف 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 وحكومتي كانت حكومتي كانت بتتفاجأوا إنه حكومته طب لما كنت رئيس حكومة ليش ما كنتش تحكي هذا الحكيم هالي الملقي بطلعنا اليوم يقولك حكومتي لو كملت كان طلعتكم العنق الزجاجة ما طلعناش أبو زهير عبدالله نصور أربع سنين ولسه بنتقد أو بقولك يا أخي ما زبطت اليوم في طاقم جديد من النقد للحكومات طريف إنه اثنين منهم كانوا رئيس حكومة طاهر المصري سمير رفاعي واحد منهم كان وزير داخلية مدير أمين عام حسين المجالي لما كنتوا ما شفناش عندكم سلوك غريب عن المشهد الحالي يعني بيفرقوش كثير عن الدكتور عمر رزاز بيفرقش طاهر المصري عن سمير رفاعي يارب بجوز شوية بمساحة الحرية وشاعة الديمقراطية بجوز طاهر المصري كان شوي منفتح أكثر بجوز لأنه كمان كان الظرف يحكمه لأنه أجه بالتسعين والدنيا هايجي الربيع الأردني مبكرا بالتسعين ليه كل ما وزير أو رئيس وزارة بطلع تأتيه الحكمة هل الفيروس في كرسي المنصب يعني لما بقعد على الكرسي بيجبدوا الفيروس وبالتالي بنصير بنا يعني نعالجه نعالج الكرسي ولا نعالج الشخص ليه كل مسؤولينا تأتيهم الحكمة بأثر رجعي ليه هو بالمسؤولية ما بكونش يحكي كلام يعبر عن نبض الناس وعن أوجاع الناس وعن أموم الناس ليه أوجاع الناس وهموم الناس بنحكي عنها بعد ما نطلع من المنصب وإحنا بالمنصب شو بيكون في دورنا في سلطة غير مرئية في يعني اللي بيسموه الرجل الثالث يعني اللي بيحكمه وبنشوف مثلا هاي مؤسسة رئيسة الوزراء بتراقبها البرلمان في حدا تالت بيلعب بالمسألة ولا الكرسي حلو وبالتالي انت بتصير ما بدك تزعي المراكز القوة فلما تنقلب عليك مراكز القوة وتطلعك من المنصب تفطني الناس بالزمنات كانوا يحكوا أي مسؤول بده تكون علاقته مع فوق كويسة وعلاقته مع تحتك كويسة تحت بترفعك إذا اللي فوق رخاك الناس بتلقفك وإذا الناس بيدها ترخيك اللي فوق برفعك للأسف اليوم بتحس إنه في شوزوفرينيا بصاب فيها المسؤول الأردني لما يكون على الكرسي ولما يغادر الكرسي وحتى قبل الكرسي يعني هل الدولة لإنها كانت تسترضي المعارضين فطرب بالمعارضة ولما وصل للمقعد نسي أو هو من ضمن هذا السيستم لما رخاس السيستم وطلعوا بره على التقاعد ندم وقال ليتني كنت معارضا المسؤول الأردني قصة قصة كبيرة نادر ما تلاقي مسؤول أمين لفكره أمين لمسيرته وسلوكه المهني ولم ينقلب عليه للأسف الفيروس بالكرسي ولا بالشخص هذا السؤال بنجاوب عليه في حلقات قادمة شكرا بيهدو مع أمار كلاب شكرا 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 شكرا